جدير التماع على مهل قبل الشروع في تشريح حالة مجتمع وتوقف عند كل شفرة نفككها قبل أن نهوس بها القطعة التي افتكها الفنان التشكيلي مصطفى نجاي أصبحت محلا شغاله الفني لتعريت عيوب المجتمع المعاصر الذي غيرت عناصر الحداثة فيه جيناته وخلق فوارق شاسعة من الأوهام لا يوجد فوارق المجتمع عندما أتحدث عن الولايات أو الولايات المجتمع المعاصرية والترديسيوني الولايات المعاصرية نتحدث في كل ما أسمع هذا المسكارات ويصبح الوصول على محل الولايات المتحدة يقول أن كل ما يحدث في كل ما يحدث في كل ما يقوم بأي يجب أن تجدون ترسل رسالة والأبوش ويقول أنني لا أقوم بأس ويقوم بأس وتعددت وجوه الأكاذيب التي خلق منها الإنسان كيانا جديدا يسير وفق منطق الزيف في زمن السرعة والتكنولوجيا الحديثة وتميع مفهوم التواصل بتجريد المعنى يقرأها الفنان مثل العراف في مظاهر التبعية والاستعباد المادي مهما كلف ذلك أحمر فاقع وأحلام يفضيها البحر في أكفان على شواطئ الخيبة يسائل مصطفى نجاي الحالة الإنسانية التي تعرضت إلى تشويه جيني بزج الإنسان في القفص الذهبي للقيم المتباينة بحسب التقدم التكنولوجي والمصلحة المادية وميعت الإنسان في فوضى من المعاني المفرغة من فحواها وكأن الحقيقة أصبحت في زمننا مجرد طفرة ورثية